اهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب تتجدد الأزمات على اليمنين كل يوم منذ دخول الميليشيات المدن والسيطرة على مؤسسة الدولة بخوة السلاح ففي كل مرة تتسبب ميليشيات الموت لأزمة هنا أو هناك أزمة المشتقات النفطية تعود من جديد في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات بسبب تعنت ميليشيات الكهنوت وإجبار التجار على استيراد المشتقات دون الالتزام بقرار اللجنة الاقتصادية العليا الخاصة بتنظيم عملية الاستيراد والإجراءات التي عممتها مؤخرا للحد من تهريب النفط الإيراني للميليشيات الحوثية بطرق ملتوية ومخالفة للقوانين الناظمة تتفاقم بذلك معاناة المواطنين وتشتد الأزمة بشكل لا يطاق تسع سفن نفطية متوقفة في عرض البحر الأحمر مخالفة للاستيراد وفق تعليمات اللجنة الاقتصادية العليا بسبب رفض الميليشيات التعامل مع التجار وفق تعليمات اللجنة الاقتصادية وأوعزت إليها عدم لنصياع لتعليماتها ومضامين قرار اللجنة رقم 49 الهادف إلى تنظيم حركة استيراد المشتقات النفطية فضلا عن امتناع الميليشيات عن تفريغ سفينة مشتقات في ميناء الحديدة لتفاق ما من الأزمة استمرار تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها الانصياع لقرار اللجنة الاقتصادية العليا بشأن تنظيم استيراد المشتقات النفطية تسبب في إيقاف تسع سفن في البحر الأحمر محملة بالوقود بعد أن امتنع التجار الالتزام بالقرار وتقديم شهادات منشأة معتمدة من الدولة المصدرة تؤكد قانونية الشحنى ومواصفاتها ويزداد عدد السفن المخالفة والمتوقفة في البحر الأحمر وكشف مصدر اقتصادي أن الميليشيات من خلال هذه الممارسات تهدف إلى إيقاف ما يقارب أربعين سفينة تحمل مشتقات نفطية في عرض البحر وهو ما يعرض أمن المنطقة للخطر وتستمر ميليشيات الحوثي في إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة والتسبب في أزمة مشتقات بهدف تمويل نشاطها ومراكز نفوذها ضريبة بهدف صرف المرتبات والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق الخضوع لهم عرض الحائط في تحدي لجهود العمل الإنساني فضلا عن ترهيب التجار ومنعهم من سداد هذه الرسوم رغم تقديم التجار تعهدات خطية سابقا بأن الميليشيات باتت تلزمهم بتسديد هذه الرسوم لصالحها التسع سفون الموقوفة وفق اللجنة الاقتصادية لم تستكمل تحويل قيمة الشحنة عبر البنوك الرسمية كما لم تقدم الفاتورة النهائية الصادرة من الشركة المصدرة إضافة إلى عدم تقديم شهادة معمدة من الدولة المصدرة والتي تؤكد قانونية الشحن وسلامة مواصفاتها الفنية نهيك عن عدم تقديم بوليصة شحن ولم تقم بتسديد الرسوم الجمركية اللجنة الاقتصادية في بيان لها أكدت أن السفينة مثنى فيرنو والتي تحمل على مثنها عشرة آلاف وثمانمائة واثنين وسبعين طن من البنزين استوردت الشحنة من أحد الموانئ المحظورة بموجب تعاليم وتعاميم اللجنة الاقتصادية وتقدر إجمال ما تحمله السفن المخالفة والتي أصرت الميليشيات على استيرادها بالمخالفة بنحو مائة وخمسين ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرين طن من المشتقات النفطية بينها ستة وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون طن من الديزل وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وثمانية وتسعون طن من البنزين وثمانية عشر ألف ومائة طن متري من مادة الغاز المنزلية أهلا بكم من جديد وأرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور إيهاب القرشي مسؤول لغاثة الإنسانية في اليمن وأيضا الدكتور علي العمودي مستشار اقتصادي في الأمم المتحدة مرحبا بكم أبدأ مع الدكتور إيهاب دكتور إيهاب مرحبا بك أهلا وسهلا بك من جديد تتسبب نعم تتسبب الميليشيات من جديد في أزمة مشتقات نفطية خانقة في العاصمة صنعاء هل ينقص الشعب اليمني معاناة لتضاف له هموم ومعاناة إضافية برأيك أولا الميليشيات تتسبب بكل الإشكاليات منذ العام 2014 وحتى اللحظة البنزين والغداء والتعليم والصحة وكل المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني هي بسبب مباشر من قلاب الحوثيون ضد الشرعية أيضا في الأول الأخيرة بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات للحد المستلاء الخوثيين على مقدرة الشعب وخاصة ما يخص الاستيراد والعائدات المسقية وأيضا الجمارك والضرائب المترتبة على الاستيراد بالقرار 49 لعام 2019 أين وصلت في هذه الإجراءات؟ أعيد أصلا أين وصلت في هذه الإجراءات؟ الإجراءات لا زالت جديدة لكن نحن نتحدث عن إشكالية منذ خمس سنوات ونحن نعاني من هذا الاستيراد الجائر والغير المنظم يعني نحن مثلا نرى كل يوم شركة النفط اليمنية تعاني الأماظين حتى لم يجدوا معاشاتهم أو مغتباتهم ويخرجون في شوارع صنعها نفسها شركة النفط كنا جميعا نعرف مقدارها وقدرتها المالية وإمكانياتها أين ذهبت السوق الإمكانيات ذهبت للسوق السوداء ذهبت للسجار غدد يتبعون المنشيات الخوصية ويتبعون قلوب كبير يستفيد من الحرب ومن القوانين أو مخالفتهم بالقوانين والإجراءات أيضا هناك توقف البنك المركزي في صنعها وأيضا البنك المركزي في عدن حد من عملية الاستيراد نظرا لعدم موجود الإمكانيات لفتح الاعتمادات وإنما فقط عبر نصات عدن بقرار 49 هذا حد من عملية الاستيراد أخير العزيز نحن لا نتحدث فقط عن نفط وعن كارثة قد يسوزها لحوثين في البحر أو في المياه الإقليمية جراء ميتهم في توقيف أكثر من 40 سفينة محملة بالوقود في المياه الإقليمية هذا تعرض المنطقة الخطر لكن أيضا هناك من ضمن السفن ليست 10 سفن فقط وإنما 13 سفينة حتى الآن من ضمنها مواد غذائية وهناك تصحيح للأرقام ليست 150 ألف طن وإنما 163 ألف طن من الوقود محملة على 10 واحد وبالإضافة للغاج وإثبتين منهما محملات القمح والثالثة محملة كل منهما بالزرى والسكر والأرز أيضا ما يعني أنها تتعرض لقص المواد الغذائية براء مخالفة التلقاب والحوثيين للقوانين والأنظمة والقرار 49 سيتم مخاففة مستوى الغذاء ونحن نعلم أن أكثر من 5 مليون طن من الغذاء يستورد عبر المناء الحديدة فلابد أن يوجد آلية حقيقية وسليمة لتحويلات أو فتح الاعتمادات لإستناد المواد الغذائية عبر البنوك والبنك المركزي للتحديد أيضا العدل في المواد المشتقات النفطية ونحن نعلم أن المشتقات النفطية هي أساس الحياة والحركة على مدار كل اليمن أو على كل المناطق وكل قطاعات وما فيها الزراعة أيضا المواطنات وحركة المواد الغذائية وحركات الأسراء تعتمد كلها على المشتقات النفطية لاحكة عن الكهرباء أي نحن مقدمون الآن بسبب التعلمة للحوطين والتقار الذين خاصوا من أوامر الحوطين بالانتزام بالقوانين والاستيراد عبر البنك المركزي وفتح الاعتمادات في الشكل القانوني بدلا من تهريب الأموال وآخر العديد نحن نرى ويرى كل مواطن في اليمن هناك منتجات كثيرة يعني صناعتنا قبل أيام كانت هناك العديد في السعودية أو في الخليج أو حتى في القارب توصل إلى كل المدى في اليمن كيف توصل هذه المواد الغذائية والمواد الثانونية مثل الزباج والجبسي والأيسكرين والحلويات وكيف يوقف المواد الغذائية الأساسية مثل القرن والزرى والسكر وإيضا الوقود نابد من مهود آلية واضحة وتلميمة نابد أيضا بحكومة أن تفعل دورها في ميناء الفديدة نابد من السكهول أن يستكمل نحن على مشارك كارثة حقيقية في البحر وفي الأسواق وأيضا معاناة تتفاقم على عشرين مليون مواطن أكثر مما هي متفاقبة نعم بقامعي دكتور ريهاب إذا سمحت دكتور علي مرحبا بك مرحبا يا أهلا نعم تحدث ضيفي عن أنه منذ خمس سنوات والمعاناة مستمرة في هذا الاستقراض غير المنظم إضافة إلى أنه في الآونة الأخيرة يعني رسو تسع سفن محملة بما يقارب 163 ألف طن من المشتقات النفطية والمواد الغذائية القانون الدولي كيف ينظر إلى هذه التجاوزات من المليشيات الحوثية بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر قناة اليمن اليوم على الاستضافة هذه والإضافة المعرفية لجميع المشاهدين تحياتي للجميع وتحياتي للدكتور إيهاب القرشي الحقيقة الدكتور إيهاب أبار في إضافة قيدة اللي هو بالفعل الكميات هذه اللي ذكرها لـ 163 ألف طن من النفط طبعا الخام وغير النفط المسال أو غاز غير الكاروسين غير البنزين اللي رجل أقولها بنسبة للأنظمة القوانين الدولية معروف جدا معروف جدا أخي العزيز والمشاهدين أن الماليشيات الحوتية ضربت بعرض الحائد باتفاقية سوك هولم وهي كانت الاتفاقية المزمة من الأمم المتحدة والتي اتفقت عليها أمام العالم كله واتفقت على كل الإقراءات والبنود بالإنزام بتسليم الإقراءات القانونية في ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية إذا ضربت بهذا الاتفاق الدولي الكبير الذي ألزمت الأمم المتحدة فيها الحوتيين بالحائد يقولون ولم تلتزم هذا الانتزام الفعلي فما بالك أنه بالموارسات هذه هذه إصراحة يعني تعتبر من القرائم الإنسانية الكبيرة التي ترخها إلى القرائم الإنسانية بحق الإنسانية الوقود الذي تحتاجه اليمن وأربعين سفينة الآن على متوقفة حاملة من الوقود والموارس الغدائية أضاف إليها الدكتور إيهاب حقيقة قريمة قريمة بحق الإنسانية شعبنا نحن مش ناقص مش ناقص أبداً أنه يتحمل أكثر مما يتحمل ولكن هذه إقراءات قانونية الأمم المتحدة صريحة بكل قوانينها في منظمة اسمها منظمة الIMO اللي هي المنظمة العالمية لأعالي البحار اتفاقتها صريحة ومعروفة اللي هي اتفاقات كوب كونبينشن أوف بارتيز واليمن موقع على هذه الاتفاقية اللي هي اتفاقية أعالي البحار قوانين لا يمكن لا يمكن أي دولة تتجاوزها هناك في إزام دولي وقوانين دولية لكن للأسف نحن نتعامل مع الماليشيات العالم نازم يعرف أن تتعامل أنتم وماليشيات نعم والماليشيات ليست الدولة والممتحدة كما وصبتها صريحة ولكنها ليست صريحة في تسمية المعرقل لاتفاق ستوكول والمعرقل لكل ما يمر به الشعب اليمني من معاناة يعني الماليشيات الحوثية لم تنفذ بند من دون اتفاقية تسويل على مدى تسعة أشهر وللأسف الحكومة الشرعية ما أخذ موقف سلبي في هذا الموقع فأنا قدر أقول لك لأن لم تضخ الأمم المتحدة لقراراتها يجب أن يسمع قرارات الأمم المتحدة وليس من المعقول أن ماليشيات مجموعة ماليشيات تضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط نعم ابقى معي دكتور إذا سمحت معك نعم دكتور إيهاب يعني ما المانع من أن تكون هناك آلية واضحة للاستيراد الآلية موجودة أستاذي لكنها مهطلة يعني نحن نتحدث ما المانع من تطبيق أقول أن أنا أشرح لك الآلية الاقتصادة الآلية هي عبارة عن أحفات اعتمادات مستندية لاستيراد أي مواد من خارج اليابان وهذا لا تتل إلا عبر يعني البنك المنصبي البنك المنصبي لديه مشكلتين أولا لا تنقد صلاحياته وسلطته على كل اليمن والتحديد والصنعة والمحافظات تنزل تحت طائرة الحوثيين أيضا لا توجد هناك الإمكانية المالية لتغطية كل الاحتياجات من يمن نحن نحتاج إلى خمسة مليون طن غذاء هذه تدخل منها سمائم في مئة عبر الحديدة معطلة من حيث القيمة الموجودة لدى تغطية الاعتمادات واحد أيضا تعطينا المنصبي الحوثيين وعدم التقدم في اتفاق السكول المشتقات المنصبية قيمتها أيضا عالية جدا لا يستطيع البنك المنصبية تغطيتها ولا توجد سيولة أيضا في الأسواق حيث يفيد تهريب كل السيولة إلى الخارج عن طريقة تجار أنفسهم بطريقة منتوية وغير قانونية يتم رسال كافة المبالغ الأمور الصعبة إلى الخارج وبالتاني استيراد المواضع الغذائية هنا إشكالية على عاتق الدولة المناقب الرئيسية للإستيراد ليست الحديدة فقط وداخل المناقب الضرية مثل وديعة هناك عدن والمخلة والمشتون والعديد من الموالع التي تستطيع المواضع الغذائية والمواجع بشكل عام المستوردة لا بد الحكومة أن تفرض سلطتها على هذه المناطق وأيضا تفرض سلطتها القانونية والإجرائية على استيراد هذه المواد من الخارج هذا معنى تحصيل الرسوم الضمدقية وتحصيل الضرائب وأيضا التبسيط في الوسائق وشهادة المنشأ وكيف تم تحويل هذه المبالغ طبعا نظام هذا التحويل لها نحن قسرنا لحد الآن 3-5 سنوات اليمن تخسر أكثر من 50 مليار قبل شهرين وأيضا توقعاتهم من العام 2020 أنها ستوصل إلى 80 مليار دولار الخسائر هذه متمثلة أيضا بعدم موجود تفضيح مقابل المستيراد المستيراد غير محكوم وغير مدروس هذه الإشكالية نحن أمام 5 مقاطر رئيسية الآن قراء تطبيق عدم تطبيق الحوثين بالإجراءات وأيضا عدم التزام التجار بالقوانين والأنظمة والإجراءات السليمة أيضا في تقاعص اسمح لي أقول تقاعص الفقومة وعدم قدرتها على الإحكام الإجراءات في مناسب الاستيراد وأيضا الأول المتحدات تصوصة المشكلة ولا توجد الحلول ولم يوجد الحلول إلا إذا اقتراحتها الفقومة الأخطار الخمسة أولا خاطر السفن المتواجدة كما تبق وتحدث 40 هذا الأربعين هي هدف للحوثين الآن عشرة يعني نحن خلال أتابع ستكون هناك 40 ستينة إذا لم تحلم إشكالية موجودة في المياه الأقليمية وهذا يعد بخطر بي إي كالتي على المياه الأقليمية بشكل عام أيضا خطر مقفة المشتقات النصية في الأسواق اليمنية وهذا يؤدي إلى كابثة كبيرة ورفع العملة ورفع أسواق وزنود الحركة وزنود التبادل بين الأسواق وعدم قدرة المواطنين على الحركة أيضا هناك خطر في مستوى الغذاء في اليمن نحن أيضا سبق اليمنين يعتقدوا على غذاءهم بالاستراد بشكل كامل وأكثر من 5 مليون فن لابد أن تستورد هذا ستنخفض نسبة الغذاء المتواجدة في اليمن وسندخل في منطقة أخرى من مناطق المقاعة هناك خطر الاستحواذ الحوثيين والحوثيين على الآئدات وتوجيهها في المجهود من النقل أكثر من 400 مليار سنويا أيضا هناك خطرة الحكومة على إيجاد الحلول والإنعكاس ما تيتم استلامه من إجرادات إذا تم تطبيق الإجرادات على المعاشات والوصلات وعلى حل الإشكاليات الاقتصادية والإنسانية التي يعانيها المواطن لأن آلية الحكومة في المعطلة حاليا وكل معلم ذلك نحن لا نريد أن نزيد على مشاكلنا بالحديث فقط نريد أن نبتكر الحلول والجميع تنساعدنا كان الألواء المتحدة كان التحالف كان الدول الراحية والعالم كله الآن يتحدث مارك لقوف في مجلس الأمن الدولي في الجلسة المعقدة قبل الزقائق أو قبل نصف ساعة يتحدث وبالتحديد ذكر نقطة السفن المعطلة في الميناء أيضا تحدث عن الموضوع نفسه وتحدث تريطانيا أيضا عن نفس الموضوع وتحدث الدول كثيرة عن نفس الموضوع إذن وكلهم يتحدثون بأن هناك أكثر من حتى على مستوى كيلوكراسك تحدثت من المواصلة الأمريكية فإن 80% من المواطنين اليمنين يحتاجون لمساعدة الإنسانية وتحط العالم على الإقراءات الحل الاقتصادي ويشيرون جميعا إلى ارتفاع على نسبة العملة بشكل ملحوظ وقد يتم تجاوز التقط المتوقع لارتفاع العملة هذا كله ينعكس على مشكلات المواطن بأنه عندما نتحدث عن سياسة مهمشة في يمن سابقا نكون نتحدث عن مئات الآلاف من المهمشين الآن الشعب اليمني كل مهمش في الهانش أين الحلول لهذا الشعب اليمني الذي لا يمتهم لا السياسة ولا الحرب ولا هو مستفيد لأي نشاط آخر ولا حوارات أيضا هذا الفئة المهمشة لتفوق 20 مليون وهم الشعب اليمني على الفطحة الكاملة فقط السياسيون والعاملون في الأمم المتحدة وأيضا القرابيون الحوطيون وأخواننا أيضا المخالفين للشرعية في الجنوب يعني نتحدث عن خلول تطرح الحكومة الخلول كلما تنقف إلى جوارها لكن ثقف أن نزيد الطينة بالله دكتور يهار إلى أن أعود إليك أرجو منك أن تضع على الهواء مجموعة حلول قد يعني يتم الالتفات إليها عود إلى الدكتور علي العمودي دكتور يعني كما وصف الدكتور إيهاب يعني الأمم المتحدة فقط توصيف للمشكلة ولا حل يعني اليوم إحاطة لغريفوس لا جديد فيها سوى تاريخ الإحاطة فقط يعني إحاطة لا تلامس الواقع مباشرة وأيضا ما يجرى في الأرض أين الأمم المتحدة من كل هذه المخاطر يعني مخاطر كما عفاد ضيفي خطر بيئي وخطر اقتصادي ومجاعة يعني إضافة إلى المجاعة الحاصرة يعني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات وأيضا الاستيلاء على العائدات والذي يعود تعود به الميليشيات إلى تنفيذ يعني حرب على اليمن وعلى المواطنين هو صحيح طبعا الآن اجتماع الأمم المتحدة أو الميليشي الأمر هناك التقرير الذي قدمه طبعا المنضوعات الأومي واضح وتحدث الممثل الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية مثل ما ذكرت دكتور إيهاب بالفعل هم يطرحون النقاط ويطرحون القرارات أو الصادرة التي الأمم المتحدة يجب أن تكون ملزمة لها ملزمة للدولة لحكومة الشريعية أن تنفذها ولكن مشكلتنا نحن في قضية أن الميليشيات الحوثية لا تعترف بالأمم المتحدة أبدا لا تعترف فيها وهذا حقيقة أن نقولها يعني طبعا هم بديمولوماسية ويطرحون مع التصريحات العلامية وبأن نحن نلتزم بالتزامات مع المم المتحدة ولكن على الواقع المشكلة يا أخوان المشكلة الحديدة إذا نحلت نحلت كل القضايا الإنسانية وقضايا الاقتصادية وكل المشاكل أنا بتناول قضية من المخاطر والكارثة البيئية اللي ممكن تحصل بوقوف أربعين سفينة لأي أسباب كوارث بحرية إضافة لا ننسى السفينة الرئيسية في البحر يعني السفينة الصافر نعم نعم قناتكم القناة يعني مشكورة اليمن اليوم عملت تقدير شاملة في أحدى المشاركات التي شاركت لها اللي هي السفينة الصافر والتي تحمل مليون ومئتين طن من البرميل من النقطة الخام نعم وهذه بتسبب أكبر كارثة في العالم كلها وهي قملة موقوطة بالفعل هذه لا يمكن أننا ننسها يعني ننسها لهذه القضية نعم إضافة إلى الأربعين سفينة المتواجدة نتيجة الحوال الجوية تغييرات المناخية الأهواء المائية لأي سبب الأسباب أو تسرب قد يكون تسرب نقطة موجود أثناء وقوفها مثلا فهذه كلها كارثة لها أعباء اقتصادية وأعباء أبيئية على حياة الإنسان التي تتغذى من أسماك ويتغذى من ثروات المائية والبحرية اليمن فكلها يعني هذه عوامل المشتركة لكن لنريد أقول أنا الأمم المتحدة في قراراتها مشكلتها والدكتوريها بيشاركنا هذا الرأي إنها غير ملزمة الإنسان يجب أن الحكومة الشرعية للدولة يجب أن تقوم بتنفيذ هذه القرارات التي تتخذها لذلك يجب أن تكون يعني الحكومة الحكومة الشرعية أن تتخذ كل الإقراءات سواء كانت سواء كانت على الأراضي اليمنية أو كانت عبر المجتمع الدولي الدول الدول الكبرى بالعلاقات دول التحالف نفسها يجب أن تضغط تضغط عبر المنظمات الدولية والبرامج الأمم المتحدة والدول الكبرى على المليشيات لو ما قدرنا سنحن نواجههم لأي سبب من الأسباب كما تعرفون لحد الآن ما قدرنا نتخلص من الحوتين يجب أن يكون هنا في ضغط دولي لأنه هنا جانب إنساني والدكتور إيهاب القرشي هو المسؤول عن الإغاثة الإنسانية فحقيقة كلام منطقي جدا لأن هذه الأشياء لها إحكاسات على معاناة الإنسان اليمني الشعب اليمني في ارتفاع أسعار الوقود المحروقات الغذاء ليتغذاء الإنسان ونحن 98% يعني تقريبا 100% من احتيقات الشعب اليمني هي مستوردة من الخارج ما لم تكن بعض المواد الزراعية والتروي السمكية لكن الأشياء الأساسية والوقود هو مستوردة من الخارج فهذه كارثة حقيقة يعني ما لم يكن فيه معالجة معالجة من الحكومة الشريعية لماذا هذا الصمت لماذا هذا هذا السكوز من حكومتنا يجب أن تكون قائمتهم لأنه الإنسان الذي يعاني هذه حقيقة يعني يجب أن نقولها بصراحة عبر هذه المنصة العلامية أن الحكومة الشريعية يجب أن تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام شعبها نعم يجب أن تكون هذه مسؤوليتهم أمام شعبها ولا حقيقة نبقى أننا متفرجين وحفنة حفنة من المليشيات قائمين قائمتها على مستوى العالم كلها تضرب بقرارات الأمم المتحدة كلها يعني عرض الحائط نعم الدكتور علي بن عوض العمودي مستشار التنمية المستدامة في الأمم المتحدة شكرا جزيلا لك الدكتور إيهاب يعني هذه المخالفات من المليشيات وأيضا كل هذه المخاطر المحدقة بالمنطقة بشكل عام يدفع فاتورتها المواطن يعني ما هي الحلول المخترحة نعم أكي أولا للتوضيح هذا نص المسؤول لغاية العمل في اليمن أنا مسؤول عن رقابة والتقييم ومستشار رقابة والتقييم في المنظمة العربية هي الأحمر الصديق الأحمر مستشار أيضا أنا أوافق الأستاذ العمودي بالمشبه لعدم موجود إلزام في بعض الأمور لكن نحن اليمن تحت البند السابع والفقرة 55 من البند السابع تنص على أن إذا حدثت إشكاليات طاضية وتعرض المجتمع التي يزح تحت البند السابع إلى إشكاليات طاضية أو غاتية أو إنسانية فعلى الحكومة مساءلة الأمم المتحدة في ذلك وهنا أبدأ بموضوع الحروم الممكن نتطرق لها الحل الأول وهو إصدار قرار تحييد عمليات الاستيراد على السياسة والحر لا بد أن تحييد هذه عمليات الاستيراد نحن لا نستطيع التصدير ولكن لا بد أن تبقى اليمن تستطيع اتيراد على الأقال المواضيع الغذائية ومشتقات الملسية أيضا النوع الحل الثاني هو تسعيل دورة البنك المركزي في كل المناطق يعني لا يبقى فقط في المناطق المحررة وغير المحررة يعني معطل لا بد أن يعني يبدأ بتسعيل دورة في كل المناطق الحل الثالث وكما سبق وذكر رضيسك العزيز على السوك هولم والحديدة والتحالف بالمشاهمة في تأمين دخول المواضيع الغذائية ومشتقات النفطية في الأخير أيضا نبه على أن الأمم المتحدة حتى اللحظة من تستطيع الوصول إلى سفين الصافر لطريقة رقابة التي يوجد هناك وهذا أيضا مؤشر كبير على وجود خطر في المياه الإقليمية قادر يحدث بالمنطقة بشكل كامل نعم الدكتور إيهاب القرشي مستشار الرقابة والتقييم في الصليب الأحمر شكرا جزيلا لك نعم ينضم إلي الأستاذ نور العامري الناطق باسم شركة النفط سابقا أستاذ نور مرحبا بك أهلا وسهلا بك نعم حدثنا لنوضح للرأي العام يعني تفاصيل لا يعلمها بخصوص المشتقات النفطية والذي يعاني مرارا وتكرارا من أزمة مشتقات نفطية خصوصا في العاصمة صنعية يعني حدثنا عن قانونية هذه الشحنات وأيضا مواصفاتها وأيضا كل هذه التفاصيل إذا سمحت طبعا هناك القرار الذي صدر بالأول من خلال اللجنة الاقتصادية أو الحكومة أيضا القرار 75 وتلاه القرار 49 الذي صدر قبل ما يقارب حوالي 3-3 أشهر ألزاما على كل تجار تخضع هذه السفن الكامل إلى الرقابة المالية الخاصة من اللجنة الاقتصادية وأيضا إحضار وإثبات كامل الوراقة الثبوتية التي تؤكد قانونية هذه السفن والصحات وسلامة هذه المشتقات النفطية طبعا أعتقد وصل إلى أذهانكم أو ما وصل بالبارحة أو قبل البارحة عن السفنة التي كانت تحمل الوقود ملوثة على مثلها كانت تحمل الوقود ملوثة على مثلها وتم إيقافها أو بعض تحصها في صنعاء كما يقال أنه تتم تحصها في المستقبل المركزي بالمنشآة الحديدة في صنعاء تبع شركة النفط وتم إيقاف هذه الشحنة وهذه كارثة إضافية طبعا اليوم أصدر اللجنة الاقتصادية اليوم أصدرت أو أصدرت متكرة إلى الشركة وقود المحدودة هذه الاستثمار الخاصة بهذه الشركة نفسها التي كانت تحمل هذه الكمية من المواد على السفينة برفض هذه الكمية وبأيقاف تأهيل هذه الشركة وحالتها إلى التحقيق اللجنة الاقتصادية صارمة في هذه القرارات أيضا في اتخاذ وضرورة اتخاذ وتسير الأعمال حسب القرارات المتخذة من قبل الحكومة أيضا يا أخي العزيز ما وصل إلينا من قبل التاجر المالك لهذه الشركة وقود بأن هناك خلاف فقط بينهم وبين الحوثيين حوثيين طلبوا مواد طلبوا منهم حاولوا ابتزازهم لذلك قاموا بمحاولة تشويه هذا الشركة أو إصدار يعني هذا القرار بأنها ملوثة وإصدار هذه المذكرات الغير صحيحة المزورة نعم أستاذ نوري يعني تسع سفن نفطية محتجزة في البحر رفضت لانصياع لتوجيهات اللجنة الاقتصادية المليشيات رفضت ذلك وأيضا الالتزام ببنوت قرار تنظيم واستيراد المشتقات النفطية لماذا للمتلكزم برأيك طبعا لأن أولا هذا الجواب لهذا السؤال هو من شقة الأحي العزيز تفضل أولا الشقة الذي يخص اللجنة الاقتصادية وضرورة وما تفكر فيه من هذا الناحية وأيضا ما يفكر فيه الحوثيين من ناحية الأخرى الحوثيين يحاولوا إيقاف هذا يحاولوا إيقاف الإدخال هذه السفن أو منعها وعدم قبول أي قرارات خاصة من اللجنة الاقتصادية نظرا لأنه كانوا يسحبون في الأول في السابق كامل الإرادات التي يتم سحبها من هذه السفن أو من هذه الكميات من هذه الشحنات كانت تورد كامل الإرادات الخاصة بالإرادات الجمهورية الضريبية وضرورية الرسوم الحكومية بالكامل حتى من عمولات الشركة وغيرها تورد إلى حسابات والمجهود الحربي وما إلا ذلك الكامل وفي صناديق وتورد إلى حال صالح الميليشيات الحوثية الميليشيات الحوثية تستلم كل هذه الإرادات وترفض بالتالي أن تقوم بدفع المرتبات الموظفين نعم اللجنة الاقتصادية وبحسب القرار 49 تصر على أن يكون على أن يتم صحب هذه المبالغ وإذا داعها الكامل بأرقام حساب حكومية يتم من خلالها طرف رواتب الموظفين من خلال هذه الإرادات التي يتم استخصالها من المشتقات النفطية والمواد الأخرى الأساسية نعم الميليشيات الحوثية أستاذ أنوري يعني تستغل استيراد المشتقات النفطية وأيضا وصول المواد الأساسية إلى مناطقها لتحقيق الكسب ومزيد من الأرباح على حساب معاناة المواطنين مع الأسف كيف تقرأ ذلك أخي العزب كما نفس الميليشيات الحوثية أعتقد بأنه منذ بداية الشهر ثمانية لم تستطع أن تقوم بأي إرادات أو بتحصيل أي إرادات من هذه الآن الصياح أو المحاولة تشويه بعض الأخوات مثلا مثلا بالأسف حافظ نعياد وغيرهم محاولة مهاجمتهم إعلانيا من قبل الميليشيات تصب كل هذه هذا الموضوع بأنهم بحيث أنهم فشلوا في محاولة إدخال هذه الكميات أيضا توقف الكميات التي كانت تصل إليهم كمعونات من قبل إيران منذ يعني تستطيع القول بأنهم بابتداء من شهر أغسطس لم تصل أي إيرادات للحوثيين في هذا لتمويل حربهم على الشعب اليمني من خلال المشتقات الوصفية يعني أنها كانت استغل تلك الاستيرادات على حساب معاناة المواطنين نعم كانت تستغل لك أنا تصحبها بالكامل وبالتالي لا تسلل حتى للرواتب الآن هناك أيضا توجه الآن من قبل الحكومة ومن قبل أيضا للجمال الاقتصادية ومن قبل شخصيات كبيرة يحاول الضغط على الأمم المتحدة أيضا بأن تتدخلها وأن تقوم يعني تذهب هذه المبالغ بالكامل التي يتم تحصيلها كإرادات من المشتقات النصطية ومن غيرها من كامل السلعة التي تصل إلى الموانئ بالكامل يتسم تصل جميعها إلى حساب يتم صرف منه المرتبات بإشراء أممي يعني تذهب إلى مرتبات الموضطين مباشرة نعم طيب وهذا الضغط الذي يتم في هذه الفترة إن شاء الله وقال البنشار بإذنه يتم وهو سؤال الأخير لك أستاذ النور يعني إجبار التجار على أمور مخالفة ألا يعد ذلك منظم الانتهاكات التي دائبت عليها الميليشيات طبعا هو أصلا كما ذكرت لك سياحة بالكامل هو من أجل تحصيل هذه المبالغ عندما توقفهم عن تحصيل هذه المبالغ من ابتزاز المواطن الآن تختلق الأزمات في صنعات وما غير ذلك لأنهم لا توجد لديهم أي إمكانية للتحصيل هذه الإيرادات بالكامل السفن لن تدخل أي سكينة إلا بعد تطبيقها بالقرار 49 بالكامل وبما فيها تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الحكومية بالكامل إلى حساب البنك المركزي في عدن بغير ذلك لن تدخل أي سفنة لن تدخل أي سفنة إلا عندما تستكمل كامل إجراءاتها والوثائق المطلوبة منها بالكامل وتحصيل الرسوم المتوجبة عليها هذا ما يجعل الحوثين يصيحون بشكل متكرر لأنه لم يعد لديهم مصدر للإبتزاز لا من التاجر ولا أيضا من الحكومة سيكون هناك أشراف أممي لن يستطعوا حتى برفع السائر لاحقا بالمبالغ التي يتم تحديدها كسائر رسمي في جميع أنحاء الجهورية وليس فقط في المناطق الخابعة للحوثين نعم الأستاذ النور العامري الناطق باسم شركة النفط سابقا شكرا جزيلا لك والشكر لكل بيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء في أمان له ترجمة نانسي قنقر